من جانبها أكد الممثل السامي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوربية جوزيب بوريل أن هناك تعاونا وثيقا بين الجامعة العربية والاتحاد الأوربية مشددا على دورها كشريك مهم للغاية أنا أنتهز هذه الفرصة كي أكرر أن جامعة الدول العربية هي شريك مهم للغاية للاتحاد الأوروبي وأنه على مدار سنوات كنا نتعاون تعاونا وثيقا في مسائل مهمة بالنسبة لنا مثل مكافحة الإرهاب، منع انتشار الأسلحة، حقوق الإنسان وكذلك عمليات السلام في الشرق الأوسط لتحقيق ذلك كنا نجري اتصالات متواصلة على مستويات مختلفة بما في ذلك اجتماعات وزارية أخر اجتماع قد عقد في فبراير من عام 2019 في بروكسل